اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكن كل واحد ماشى في طريقه كل واحد قرر يكمل طريقه من غير التاني لكن هي سافي ما تعرفش ان هو بيحبها وانه ما بيحبش حد في الدنيا قده وبيوصل على طول عند العربية وبيركب العربية وهو باصس للسافي وبعدين بيقول لها ان حياتنا هتتغير من النهاردة وان هي لازم تستعد للرحلة الجديدة اللي هي هتمشي فيها اللي هي رحلة جوازهم وهي قالت له مستعدة من زمان هانيني بتقول لها هتقدر يعلمتي بتعملي ده قالت لها هقدر ولازم نمشي من هنا اشان بيروح يعتذر لعيلته وبيقول لهم ان الغلطات اللي هو عملها قبل كده مش هيعملها تاني وان دلوقتي ريفا هي مسئوليته ولازم يعتني بيها وانتوا قلتوا ان احنا حنبقى شهر في اوروبا حنقضي شهر العسل لكن الشهر حيبقوا شهرين لان فيه مؤتمر في باريس فبيضحكوا وبيقولوا له اطبعا ما فيش اي مشكلة تاني يوم بتجهز سوريكا لكل اللي احتفلات لان جواز خلاص اشان وريفا بكرة لكن بتروح له انفي وتشمواي وبيكلمون الخطوة اللي هو بيعملها دي غلط وان هو ماينفعش يسيب سافي يتسيب المدينة كده وان هو يورط نفسه ان هو يتجاوز ريفا وهو اصلا بيحب حد تاني فبيقول له من اللي حصل ده كان بقرار سافي كمان هي كمان عايزة تشوف احلامها واللي انتوا بتقولوه ده ما فيش فايدة منه وياريت لو انتوا بتحبوني ما تتكلموش في الموضوع ده تاني لكن ما فيش حد فيهم عارف يعمل ايه وانفي بتقول مش عارفة اشرح له ازاي بس في حد هو واحد اللي يقدر يساعدني وبنروح لشانتنو اللي بيطلب من ايشا ان خلاص بقى يرجعوا بلدهم وان هم قاعدوا هنا ست شهور وخلاص عملوا اللي هم كانوا عايزين يعملوه فبتقولوه انا شغلي هنا ومش عايز ارجع البيت انا ابني اصلا مش عايزني بيلاقي فيه اتصال من انفي ولي بتقولوه هي عمتي ايشا معاك فبيقولها ايوه وبيحط مكبر الصوت وانفي بتحكي لهم كل حاجة من ساعة ما ماتت عيلة سافي لحد ما جات عندهم وهي متجاوزة ايشان وكل حاجة حصلت وان ايشان هو كان مرشدها وبيعلمها كل حاجة وهو بيحكي الريفة على موضوع عيلة سافي وكل حاجة لحد ما اتطلقوا خلاص هيتجاوز ريفة وبتقولهم ان ايشان وسافي اصلا بيحبوا بعض وان خلاص ايشان قرر ان هو حيتجاوز ريفة بكرة وانتو بس اللي تقدروا توقفوه فبتقولها بس انتي عارفة مهما قلت الاشان مش هيسمع كلامي قالت لها لكن سافي بتحبك وبتحترمك واكيد هتسمع منك ابنك محتاج لك شانتنو بيقولها هترجاع لشان خاطر ابنك ولا هتعملي ايه قالت له ابني مر بكتير قوي واحنا ما كناش معاه وحياخد قرار كبير جدا في حياته ومش قادر يراعي مشاعره انا كتير كان نفسي ان سافي تكون من نصيبه وبس انه هو اللي اختارها بنفسه ولازم اوقف ايشو انه ما ينفعش انه هو يتم جوازه من ريفة لازم نرجع علشان خاطر ايشو قاعدين ودورفة بتقولهم ان بكرة احتفال جواز ايشان وريفة فلازم في طائر هيتحبس خلاص ولازم نحتفل النهاردة فبيقول لها طب هنحتفل ازاي بتقول سوريكا بعد الترانيب قالت لها كل اللي انتي عايزة تعمليه دا يا عمتي يريد تعمليه لما الكنة تيجي هنا لكن احنا دلوقتي هنلعب لعبة ممتازة جدا واسم اللعبة هقول لكم عليه قول الحقيقة وقفز في البقر شيكا بتقول لها لأ اسمها اجزب وقفز في البقر قالت لها اللعبة دي بتاعتي وانا هلعبها على طريقتي احنا هنلف الازازة واللي هيبقى الازازة عليه هيتسئل سؤال لو قال الحقيقة يبقى هيتعاقب لكن لازم يجزب عند المتجر بتاع سافي بيحضروا وبيجهزوا علشان الزواج بتعريفوا وإيشان وطبعا سافي شايفها التجهيزات اللي بتحصل كلها وبنلاقي في حد فتح باب السجن وهرب شخص ما وأكيد الشخص ما ده باور باتير فالدور بيجي على شيكا وبتسألها وبتقول لها تشين ماي بالنسبالك ايه فبتقول لها ابو بنتي وزوجي فبتقول لها لأ انت كده ما كذبتيش ولازم حتى يخدي عقاب فبيطلب منهم إيشان ان هم يرقصوا ويرقصوا البيبي السغنان اللي هو طبعا في بطني شيكا وبالفعل بيتم الرقص وبيبقوا مبسوطين جدا مع بعض والرقص بيبقى شكله حلو قوي والاحتفال جميل جدا وفجأة كمان تشين ماي بيشد إيشان وبيرقص معاه وبيكمله الرقصة والاحتفال بيكمل لكن إيشان عقله شغال والرقصة شغالة في سافي وان هي كانت بترقص معاه الرقصة دي قبل كده سافي قاعدة شايفة الاحتفالات بتاعت الزواج وطبعا متضايقة جدا وفيه ألم كبير بيضحك إيشان وبيقول إن أداء بنته أو ابنه كان حلو جدا وطبعا لما يكبر الابن دوت لازم يبقى عارض رقص لكن رو بيقول إنه مش ممكن يحصل أبدا والغلط لما بيتعمل مرة إحنا مش بنكرره تاني لكن إيشان بيقول إنه مهما عملته ومهما أنت عوزت أنا حكون جنبك ولو جدك اتكلم هنروح وانزغزغ وبيجري وراه بيجي الدور على أنفي واللي بيسألوها هل في حبيب في حياتك بترد أنفي وبتقول آه فبيقوله أيوة يبقى كده ما فيش حد في حياتها لأن المفروض تكذب لكن إيشان بيكذبها وبيقول لا في حد في حياتها وهو عارفه مين وبيسمعه وياه بيتكلمه في التليفون وبيقوله إنه هو شخص كويس ومن عيلة كويسة وبيدرس في الجمعة بتاعتهم وهو مبسوط علشان أنفي قدرت تخرج من الصدمة اللي كانت فيها وتقدمت في حياتها وبيقولها إن هي تقوله إنه لازم يعتني بيها كويس جدا وقال له وحي وقفله بيجي الدور على نيشي في السؤال وبيسأله وبتقوله وقل لي يا بابا عملت الشاي لماما قبل كده فبيقولها وليه هعمل لها الشاي أنا مش شغل إن أنا أعمل لها الشاي فبيقوله فبيقوله إنه لازم ياخد جايزة لأنه ما كذبش قال له لأ أنا كذبت لأن أنا طبعا وقت ما تحب إن أنا أعمل لها شيء أكيد هعمله لها وبعدين بيقوله إنه أنت بتتمنى لبناتك زوج زيك فقال له لأ طبعا أنا ما بتمناش لبناتي زوج زي لأن أنا مش زوج جيد فبيقوله خلاص يبقى لازم تبقى زوج جيد وتقوم تعمل إنت الشاي اللي عمتي أسميتها لأن هي تستاهل إن إحنا نريحها لأن هي بتتعب علشاننا كتير وبتعمل لنا كل حاجة وإحنا بنبقى قاعدين وبيقوله تبدأ من دلوقتي إنك إنت تبقى كويس وبيقوم بالفعل علشان خاطر يعمل لهم الشاي شوكلا متضايق جدا من الصور اللي محتوطة قدام سافي وبيروح يوقع واحدة فيهم وبيقول إن ده غزبن عنه بتروح تعتيلها سافي وبتمسحها كمان وبيقول لها أنت متقلمة والقلم اللي جواكي ده أنا متضايق منه فبتقوله خد المفتاح علشان أنت بعد كده اللي هتمسك المتجر ده لكن هو بيتضايق وبيتكلمه كمان مع ضرفة وبيسألوها هل أنت تحبي درجاتك أكتر ولا متابعينك أكتر فبتقول درجاتي طبعا وبيروح إيشان عشان خاطر يديها الهدية بتاعتها وبتطلع عربية وبيقول لها أنا جبتلك عربية عشان أنت بتشغليني السواق بتاعك فالعربية بتاعتك بقى وتعود أنت إيه تلف بيها وبرحتك بيلفوا الزجاجة وبتيجي على راو وبيسألوها لإيشان هو المفضل لك فبيقول طبعا لأنه هو صغير علمته حاجات كتير وكان بيلبس الحزاء الشمال في اليمين وأعلمته حاجات كتير فبيقوله أنت أنت علمتني حاجات كتير وبقوا عاطفيين وبيقوله أنا ببقى نايم متطمن لو حصل لي أي حاجة أنت اللي بتحميني بيجي الدور على إيشان في السؤال وبيقول أنا اللي حسألت شماي أنا عايز أسأل إيشان مين المفضل لك بيرد إيشان ومن غير ما يفكر وبيقول سافي مين المفضل لك